السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار في بداية هذا الفيديو تابع للنهاية في زلزال مدمرة الان بكلم حضراتكم دلوقتي الساعة تمانية ونص بتوقيت مصر من يوم 2 ابريل او 24 2023 في بداية هذا الفيديو لا تنسى لو سمحتوا يا جماعة من كل اللي شفنا الاستخفار والدعاء في التعليقات زلزال قوي ومدمر وهنشوف هذه الاثار بتاعته وجاي على كل المواقع وده لسه على قناة مساء الاخبار احنا اول ناس نتكلم عليه وامتابعينكم لحظة بلحظة تأديرا لهذه المجهودات في بداية هذا الفيديو عايزين نوصل الفيديو لخمس تلاف لايك عايزين كل اللي بيشوفنا يدوس لايك للفيديو او اعجاب حتى يصل لأكبر عدد من الناس ولو انت جديد وبتشوفنا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات في زلزال مدمر وقوي جدا بقوة 7.2 عالم قياس ريختر زي ما سمعت كده في حتة اسمها غنية الجديدة ارجعوا للفيديوهات اللي اتكلمت عليها وقلت ان دي بقرة جديدة في العالم وظهرت من حوالي ست شهور بقالها يعني ست شهور بتهتز هزات بسيطة الايام اللي فاتت كانت من اتنين لحد اربعة ونص ريختر كل يوم هزات في هذه المنطقة ونجيبها على الخريطة وهنقول ايه هي الدول اللي بتتأثر والدول العربية اللي حصل فيها زلازل وهنتكلم في كل هذه الاشياء لكن بفكركم دلوقتي تاني الاستغفار وذكر الله اعلن مركز رصد الزلازل الاوروبي عن وقوع زلزال اتنين فاصل سبعة بقوة اتنين سبعة فاصل اتنين عفوا عالم قياس ريختر يعني زلزال قوي جدا سبعة فاصل اتنين في غنية الجديدة على عمكة تمانين كيلو متر من سطح الارض وعلى بعد تلتمية اربعة واربعين كيلو من اندونيسيا واخر زلزال في غنية الجديدة كانت هيئة المسح الجلوجي الامريكية قد رصدت يوم ستة وعشرين فبراير ونقلنا لحضراتكم عن زلزال في هذه المنطقة ستة فاصل خمسة عالم قياس ريختر يعني زلزال قوي في منطقة بابوغينيا الجديدة واضافت ان حتى اوليكم العالم بتاعها يعني دولة تحس ان هي جديدة على العالم بتاعنا اصلا واضافت ان الزلزال وقع على عمكة ستة خمسة وستين كيلو متر ولم يعني تصدر الهيئة تحذيرات من امواج تسونامي جزيرة غنية الجديدة هي جزيرة كبيرة بتقع في جنوب غرب المحيط الهادي شمال استراليا وده اللي انا كنت بس هتكلم عليه علشان اخواتنا العرب اللي موجودين في استراليا وفي نيزيلاندا وبعض الدول الاسيوية وهنتكلم عليها دلوقتي وانا عارف ان في جالية عربية بتشوفنا من استراليا ومن نيزيلاندا فبوجه لكم التحية ويريد تكتبونا واتطمنون عليكم لو حستوا باي هزات في اي وقت اكتبونا في التعليقات تعد تاني اكبر جزر العالم بعد جرينلاند النصف الغربي من الجزيرة بيتم الحكم فيه بواسطة اندونيسيا وبقية الجزيرة بيتمثل معظم مساحة دولة بوغينيا التي استقلت عن استراليا عام الف تسعمائة خمسة وسبعين غالبيت السكان يعني هما من البابوين والنيجر يعني هنشوف ده كل ده مع بعض على الخريطة هوا تعالي نشوف بقى الخريطة كده هي فين وايه الاماكن اللي اهتزت دلوقتي نتيجة هذا الزلزال في ولاية في امريكا في يونايتد ستيتس الناس اللي اه حابة تشوف معنا اهو ادي قدام حضراتكم اه قريبة من هواي زي ما انتوا شايفين لسه زلزال دلوقتي حالا من عشرين دي اتويني منتس يعني ما تقولش بقى انا ما حسيتش وانا في امريكا وما فيش الكلام ده بعد بس ما يحصل الزلزال وبقى تعالى قلنا اذا كنا بنتكلم صح ولا لا اوانا قلت حسبي الله ونعمل وكيل في كل من كتب اي تعليق لا يليك بالمتابعين الاخرين وبالشخص العربي الاصيل اهو اهي هي المنطقة دي وادي الزلزال اهو اه حصل من حوالي اربع دقايق من وقت ما بكلم حضراتكم اربع دقايق يعني متهيق لي بنسعى دائما وابدا لا يعني متابعة كل الاشياء قدام حضراتكم زلزال مدمر وقوي جدا لسه ما فيش اي انباء غير ان هو زلزال قوي ومدمر زي ما احنا شايفين اهو اه لسه فيش انباء لان المنطقة دي فيها سكان يا جماعة دي كانت تابع استراليا وتابع الاستراليا وانا قلت كده اهو بص الحدود بتاعتها عاملة ازاي اهي دي كده استراليا وقادي الدولة نفسها على راس السهم لو رجعنا العكس كده استراليا تحت فاحنا بنقول ان من الممكن من الممكن وفي اصلا هزة في استراليا دلوقتي تلاتة فاصل خمسة على مقياس رختر من ساعتين واحدة تانية لكن على السواحل اه تلاتة فاصل اتنين على مقياس رختر كل اخواتنا اللي موجودين في استراليا ودينا بنجيب الاماكن وبنجيب على الخريطة عشان الناس اللي حابة تتطمن بس لو في حد لها هناك اه احنا بنبقى بنتكلم ادي حتى بابو غينيا دي ما فيهاش حد دي اصلا نعرفه ولا هتلاقي فيه واحد تعرفه هناك ولا واحد بيشوفنا اكيد طبعا اكيد لكن اه احنا بنقول ده علشان لو ابنك او بنتك او اي حد اه يعني موجودين هناك تتطمن عليه تبعث له الفيديو تطمن عليه تقول لنا ان هو بخير ولا لا زلزال قوي قوي يعني ده من اقوى الزلازل من بعد 6 فبراير اظن ان هو ده الاقوى اهو قصات حضراتكم كان فيه مجموعة من الهزات الارضية في فلسطين اه كلها هزات ما بين المتوسطة والضعيفة عشان ما حدش يقولي حسيت ولا لا ولا انا بعمل ده علشان الناس تبقى اه يعني ايه فهمة او احنا عايزين متابعين كل الكلام ده جماعة احنا النهاردة بنحتفل بخمس سنوات على قناة مساء الاخبار يعني الحمد لله ما يقرب عن 700 الف متابع فاحنا بنقول لحضراتكم هذه الاشياء مش عشان نلم متابعين وعلشان الربح والكلام الفاضي ده لا احنا بنكلم مع المتابعين اللي متابعيننا وعارفيننا وكأنهم اخواتنا واحبابنا بنطمن عليهم وده هدفنا وغرضنا وكل الناس اللي بتشوفنا عرف الكلام ده كويس اه فيه هدف مادي او ربح مادي علشان نقدر نعمل لكم الفيديوهات لكن هدفنا الاسمة والاولى ان احنا نطمن على كل اخ واخت من العرب اللي موجودين في جميع انحاء العالم اه دي المنطقة بتاع الباب وغينيا هي بالزبط دي لهازة الارضية حصلت في هذه المنطقة منطقة مأهولة بالسكان يعني مش اه في حتة متطرفة او مش على اطراف الدولة يعني اه دي المنطقة كلها هي عاملة ازاي بصوا كلها مجموعة من الزلازل اه مش عارف الناس اللي عايشة هناك دي هي فعلا فيها مناطق تبعة لاستراليا من تحت من هنا من هذه الجزئية ومناطق تابعة لاندونيسيا هي مبين دا وده وادي استراليا كمان فيها مجموعة ونيوزيلندا بصوا نيوزيلندا يعني انا اشك وازن ان الساعات القليلة القادمة هنسمع عن زلازل او هزات ارضية في نيوزيلندا هل انت بتبشرنا بدها بتفول عليهم بالعكس انا بقول لك من خلال المتابعة بصوا مجموعة من الهزات عاملة ازاي هي اصلا عايشة على زلازل يعني هي اصلا عايشة على الزلازل لكن احنا بنقول دا علشان خاطر يعني لو في حد بيسمعنا من هناك يعني ربنا يسطر عليكم نجمع اكبر قدر من الدعاء نجمع اكبر قدر من الدعاء لكل اخواتنا العرب اللي موجودين في كل ارجاء الارض اهو ادي الولايات المتحدة في هواي وادي نيوزيلندا والله انا ما شفت دي يا جمع اهو اهو تلاتة ونص على مقياس ريختر في نيوزيلندا من تلاتين دقيقة انا بنزل معاكم بالخريطة اهو وهنرجع وادي كهرمان مرعش ايضا بتهتز اتنين فاصل اتنين دي هزة بسيطة نيكاراجوة نيكاراجوة دي برضو اللي طالعنا في المقدر جديد اه ايطاليا واحد فاصل اربعة وقادي الزلزال بتاعنا اه حتة اسمها اه كيليمبيت كيليمبيت هي هذه المنطقة اللي بابوغيني ايضا تركيا وبرتريكو مناطق متفرقة من العالم مناطق متفرقة من العالم اه لو انت جيت قلتلي وسألتني دلوقتي ايه هي اكتر الدول اللي هي عرضة للزلازل اه من الدول العربية اقول لك الدول اللي هي ممكن تتعرض للزلازل الدول للكشرة الارضية بتاعتها ضعيفة انا مش هسكر حد علشان محدش يقول لي اه يا جماعة انتو بتقولوا على دولتنا كذا انا كل البيوت العربية يعني والدول العربية كلها بيوتي وكلها انا بدخل ببيوت كتير جدا فانا لازم احافظ ان ما فيش واحد او واحدة يزعله مني فيعني ادي اندونيسيا كمان فيها بعض الهزات الارضية القوية وجبنا لكم من شوية بالمصادر كان فيه في فلسطين لبنان سوريا اندونيسيا كزاخستان وباكستان ومجموعة من الهزات الارضية اسبانيا هي جماعة الهزات الفترة اللي فاتت اسبانيا اسبانيا ثم اسبانيا ايضا الاسكا ادي الاسكا صد حضراتكم ايه اللي بيحصل في الاسكا البانيا برضو البانيا دي كل شوية يحصل فيها زلزال يعني العالم بتاعها قريب من المغرب من دولة المغرب فيه هزة ارضية في المغرب اه كان فيه هزة ارضية بسيطة لكن بالنسبة للدول العربية العرضة انا بقول القريبة من اسيا عشان بس بقى بريح الناس والناس احب تفهم وارجعوا الفيديوهاتي بعد زلزال تركيا وسوريا بعشر تيام قلت هتهدأ الارض في تركيا وهيروح كل البؤر الزلزالية اتجاه ونحو اتجاه ونحو دول اسيا لان دول اسيا في العادي قبل زلزال تركيا اصلا كانت بتهتز ادي المكسيك من ساعتين يا جماعة زلزال قوي في المكسيك اربعة رختر والعمق بتاعه تسعة وتلاتين كيلو يعني حاجة بصراحة يعني نسأل رب العالمين الرحمة وقادي كمان نيوزلندا اهو زلازل متكررة وزلازل قوية يعني هنقول من زلازل متوسطة القوية علشان بس ايه الناس تبقى معانا لحظة بلحظة في كل اللي احنا بنشوفه لو انت اول مرة بتشوفنا ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب لنا في الدعاء في التعليقات دعاء يستفد منه الجميع والاستغفار واجب من الجميع شكرا لكم ربنا يحفظ الدول العربية والعالم اجمع اسبكم على خير معكم اخوكم مزن المصري وحاحبابنا اللي بيشوفونا من اول الفيديو الاخر بوجه لكم التحية والاحترام انتم احباب مساء الاخبار شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته